بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا فيكم طلاب الأول ثانوي علمي مرة ثانية بقناتي اليوم يا جماعة راح نحل مع بعض أسئلة أتدرب وأحل المسائل فتبعوا هذا الفيديو للأخير لحتى تستفيدوا من كل معلومة وكالعادة ذين تجداد لا تنسوا تشتركوا بالقناة يلا يا جماعة نبلش مع بعض بحل أول سؤال بحكي لي القيمة المطلقة لثلاثة اكس ناقص أربعة تساوي اثنين احنا تعلمنا إذا في عندي قيمة مطلقة تساوي عدد بحكي أنه داخل المطلقة بساوي العدد وداخل المطلقة بساوي سالب هذا العدد يعني باخذ أول مرة زي هيك بحكي ثلاثة اكس ناقص الأربعة تساوي لثنين نفسها أو بحكي ثلاثة اكس ناقص الأربعة تساوي السالب الثنين ممتاز لأننا نحل كل واحدة لحالها باجي بحكي هنا زائد الأربعة زائد الأربعة بروح مع بعض فبيضل عندي ثلاثة اكس شو تساوي ثنين زائد أربعة كم يا جماعة واللي هي ستة يعني بقسم على معامل الاكس قسم على معامل الاكس واللي هي الاكس بتنادي عليك ستة على ثلاثة كم اثنين ممتاز ممتاز طلعنا أول قيمة لأكس واللي هي ثنين تعالوا نشوف كيف راح نطلع ثاني قيمة لإلها نفس الأشي بحكي زائد أربعة زائد أربعة بروح مع بعض فبيضل عندي ثلاثة اكس تساوي موجب أربعة وسالب الثنين إشارة الكبير موجب وبطرح أربعة ناطس اثنين إذن الحل اثنين فباجي بقسم على ثلاث وبقسم على ثلاث بلغوا بعض والله هي قيمة الاكس كم يا جماعة اثنين على ثلاث هيك بكون أنا طلعت القيمتين تابعون اكس الآن بس عشان نتأكد من الحل لو عوضت اللي اثنين على ثلاثة هون راح تروح ثلاث في البسط مع ثلاث بالمقام بظل اثنين ناقص الأربعة والله هي سالب اثنين السالب اثنين داخل المطلقة اللي هي كم موجب اثنين يعني هاي الحل صحيح وعوض الاثنين نفس الحكة راح تطلع ستة ناقص أربعة اثنين القيمة المطلقة لإلها اثنين إذن اثنتين صحيحات فباجي بحكي لك قيم اكس بيكون ضمن المجموعة اللي هي الثنين على ثلاث والاثنين انتهى الحل يلا نشوف مع بعض السؤال الثاني معطيني نفس الحكي قيمة مطلقة تساوي عدد بحكي القيمة المطلقة اللي داخلها بساوي العدد ومرة ثانية بحكي بساوي سالب العدد يعني راح أحكي انه اكس ناقص الأربعة على ثمين تساوي السبعة او وانا شو بحكي اللي اكس ناقص اثنين على اكس ناقص أربعة على ثنين تساوي السالب سبعة طيب لان ننحل كل واحدة لحال لان هاي معادلة كسرية كيف بتنحل المعادلة الكسرية يا جماعة بس قسم أي مقام ما فيه إلو مقام أي عدد ما إلو مقام بعتبر مقامه واحد وبضرب بناتهم ضرب تبادلي اكس ناقص أربعة بواحد بتظلها اكس ناقص أربعة تساوي اثنين ضرب سبعة اللي هي كم يا جماعة أربعة عشر ممتاز لان بتحكي لي زائد الأربعة زائد الأربعة بالغبعب بتظل عندك قيمة الاكس شو تساوي أربعة عشر زائد الأربعة واللي هي كم ثمانتعشر هاي طلعنا أول قيمة لأكس تعالوا نشوف القيمة الثانية حكينا أي عدد ما إلو مقام بعتبر مقامه واحد وبحلهم بالضرب التبادلي فهاي بتظل نفسها اكس ناقص الأربعة تساوي اثنين بسالب سبعة واللي هي سالب أربعة عشر الآن بتحكي لي هون زائد الأربعة زائد الأربعة بروحوا مع بعض اللي هي قيمة الاكس الإشارة الكبير سالب اطرح بيطلع معك عشرة يعني اكس قيمتها قداش سالب عشرة و اكس تساوي ثمنتعشر تعال اتحقق رح يطلع معك نفس الإشي بيساوي لاثنين سبعة فباجي بحكي لك إذن قيمة الاكس شو بتساوي مجموعة الحل اللي هي السالب عشرة والثمنتعشر تمامي جماعة كثير سهل هذا الدرس و كثير سهلات الأسئلة بكون عند قيمة مطلقة تساوي عدد بتحكي مرة بساويها بنفس العدد و مرة بساويها بسالب العدد طيب حلينا واحد اثنين تعالوا نكمل بثلاثة و اربعة يلا يا جماعة نكمل الحل بسؤال ثلاثة و اربعة لاحظوا شو بيحكي للسؤال ماعطيني هاي المطلقة ناقص سبعة تساوي ثنين طيب الان هاي المطلقة مش جاهزة في محة معاملها ثلاث و محة سالب سبعة فقبل ما تيجي انت تحلها لازم اتجهزها فبودت سبعة على الطرف الثاني تحكي زائد سبعة زائد سبعة بيروحوا مع بعض فبضل من عندي هون ثلاث مضروب بالمطلقة ناقص الثلاث تساوي سبعة زائد ثنين و اللي هي كم؟ تسعة طيب هسا يفضل انك تخلي المطلقة لحالها بدون اي معامل و بدون اي عدد فبقسم هاي ع ثلاث و بقسم هاي ع ثلاث بيروحوا مع بعض بضل عندي القيمة المطلقة لثنين اكس ناقص ثلاث شو تساوي تسعة تقسيم ثلاث و اللي هي ثلاث ممتاز صارت هسا عندك مطلقة تساوي عدد يلا زي ما تعلمنا خذ للمطلقة يحكي لي انها تساوي نفس العدد تمام؟ او خذ للمطلقة اللي داخلها يعني و يحكي انه بيساوي سالب هذا العدد طيب و تعال الحل اللي اياها تحكي لي هون زائد ثلاث زائد ثلاث بيروحوا مع بعض بتظل اثنين اكس و اللي هي اجمعهم بيطلعوا ستة قسم على اثنين قسم على اثنين اللي هي قيمة الاكس كم يا جماعة ستة على اثنين و اللي هي ثلاث هيطلعنا اول قيمة لأكس سهلة تعالوا نطلع الثانية تحكي هون زائد ثلاث زائد ثلاث بيروحوا مع بعض وراحض انه هذولا كمان بيروحوا مع بعض فبظل مكانهم صفر فبحكي اثنين اكس شو تساوي صفر على اثنين على اثنين صفر تقسيم اي عدد كم يا جماعة صفر فبظل عندي قيمة الاكس و اللي هي شو تساوي صفر تعال هسا ارجع وضليها داخل المطلقة داخل المطلقة هاي فراح يطلع صفر ناقص ثلاث و اللي هي سالب ثلاث القيمة المطلقة ليلها و اللي هي ثلاث عوض الثلاث في اثنين ستة ناقص ثلاث و اللي هي ثلاث القيمة المطلقة ليلها ثلاث اذا الثنتين بحققوا الحل فبقدر احكي لك انه قيم اكس بتينتي من المجموعة اللي هي الصفر و اللي هي ثلاث ممتاز سهل هذا السؤال كلهم سهلات ان شاء الله تعالوا نشوف هذا السؤال سؤال اربعة معطيني سالب اربعة في المطلقة تساوي سالب اطناش زي ما تعلمنا لازم نخلي المطلقة لحالها فباجي بقسم على سالب اربعة على سالب اربعة بروحوا مع بعض بيظل عندي من هنا مطلق الخمسة اكس ناقص الواحد شو بيساوي سالب مع سالب بروح اتناش على اربعة و اللي هي ثلاث صارت عندي مطلقة تساوي عدد يلا اعملها نفس الطريقة تحكي لي خمسة اكس ناقص واحد اول مرة باخذها موجبة او ثاني مرة باخذها سالبة خمسة اكس ناقص واحد بتساوي سالب الثلاث طيب تعال هسا ودي انقل على الطرف الثاني زائد واحد زائد واحد اللي هي خمسة اكس شو بتساوي معك اربعة قسم على خمسة على خمسة اذا قيمة الاكس شو بتساوي و اللي هي اربعة على خمسة ممتاز ممتاز اي اول قيمة نفس الاشي تعالوا نعمل الثانية زائد واحد زائد واحد بتصير عندك خمسة اكس تساوي لاحظ انه هاي سالب ثلاثة و هاي موجب واحد لما نجمحهم شو بصيروا سالب اثنين فقسم على خمسة على خمسة بروحوا مع بعض و اللي هي اكس قديش سالب 2 على 5 أحسنتم هي طلعنا قيم الـ X إلا لو تيجي تعوض لياهم داخل المطلقة رح يطلعوا معك سالب 12 فهيك نتأكد إنه حلنا صحيح الآن بقدر أجي أحكي لك مجموعة الحل اللي هي X شو بتساوي سالب 2 على 5 وكمان الـ 4 على 5 انتهى الحل طيب يا جماعة كثير سهل يلا نحل مع بعض هاته السؤال 5 و 6 كمان يلا يا جماعة نحل مع بعض سؤال 5 و 6 ركزوا لي فيهم منيح لاحظوا سؤال 5 معطيني مطلقة تساوي مقدار هذا المقدار بدي أخذه مرة سالب ومرة بدي أخذه موجر عشان أفك المطلقة بحكي إنه هي أول مرة X ناقص 2 تساوي موجر بهذا المقدار يعني بخليه زي ما هو 3X زائد 2 أو شو الطريقة الثانية بحكي هذا المقدار اللي هو X ناقص 2 بساوي هذا المقدار بس سالب كيف يعني سالب يعني بدي أضرب هاي المعادلة كاملة بسالب 1 فبحكي 3X بسالب 1 سالب 3X موجر بهذا المقدار بسالب 1 واللي هي سالب 2 طيب بحكي لحسا كل واحدة لحال لأن عندي هنا X بدي أودها عندي الثلاثة X فشو بعمل؟ ناقص X ناقص X بروحوا مع بعض شو بظل من هون؟ السالب 2 أحسنتم تساوي 3X ناقص X واللي هي 2X زائد 2 الآن بس بنقول 2 على الطرف الثاني بحكي ناقص 2 ناقص 2 بلغوا بعض فبظل من عندي من هون 2X شو بتساوي؟ سالب 2 وسالب 2 واللي هما سالب الأربعة آخر إشي بس قسملي على 2 بتطلع معي قيمة X واللي هي كم يا جماعة سالب 2 ممتاز هاي أول قيمة نشوف القيمة الثانية عندي X ناقص 2 تساوي سالب 3X ناقص 2 الآن لاحظوا جماعة إذا في أنتوا عندكم على قبل المساواة عدد وبعد المساواة نفس هذا العدد ونفس الإشارة بقدر أني أشطبهم مع بعض كيف يعني؟ يعني أنا عندي هنا سالب 2 وعندي هنا سالب 2 بقدر أشطبهم مع بعض بس بشرط أنه يكونوا نفس الإشارة يعني هذا إذا كان سالب هذا لازم سالب ويهم الاثنين سوالب أو إذا موجب لازم يكون موجب نفس الإشي فراحوا هذين الاثنين مع بعض شو بظل عندي من هون؟ بظل من عندي X تساوي وهنا شو بظل؟ سالب 3X صح ولا لا؟ الآن بدي أش أعمل جماعة؟ بدي أنقول الـ X على الطرف الثاني فراح أحكي ناقص X ناقص X بروحوا مع بعض بظل من عندي هنا كم؟ سالب 3X وسالب X واللي هما مع بعض بيصيروا سالب 4X تساوي هذين بس شطبناهم شو ظل مكانهم؟ صفر أحسنتوا الآن على معامل الـ X اللي هو سالب 4 على سالب الأربعة بروحوا مع بعض حكينا X صفر على أي عدد مباشرة شو الجواب؟ صفر ممتاز هيك بيكون حلينا هذا السؤال بس بيظل علينا شغلة صغيرة يا جماعة بدنا نتأكد من الحل تبعنا إذا هو صح ولا مش صح بدي أخذ مثلاً الصفر أعوضها صفر ناقص 2 هاي سالب 2 داخل المطلقة اللي هي 2 تساوي صفر ضرب هذا المقدار بيصير صفر زائد 2 ولا هو 2 هاي هاي صحيحة تعالوا نجرب السالب 2 عوض السالب 2 ومع سالب 2 شو بيصيره؟ سالب 4 بس داخل المطلقة شو رح تصير؟ 4 تساوي سالب 2 ضرب 3 واللي هي سالب 6 زائد 2 شو رح تطلع معنا الجواب؟ سالب 4 هل الأربعة تساوي السالب 4؟ أكيد لا معناته هاي السالب 2 ما طلعت معي حل صحيح فشو باجي بحكي له هنا للسؤال؟ تحمل بحمل X تساوي سالب 2 بأخذ بس إيش X تساوي صفر يعني بالخيارات رح ألاقي مجموعة الحل واللي هي كم يا جماعة الصفر بس لحالها بدون السالب 2 وصلت كيف؟ لازم دائماً أتحقق من الحل لأنه فيه وحدة أحياناً تصبت معي وأحياناً ما تصبت معي طيب نشوف سؤال 6 هذا كامل شو عن شو بحكي لي؟ لاحظوا يا جماعة سؤال 6 معطيني مطلقة تساوي مطلقة صح؟ هاي مطلقة تساوي مطلقة بس اتطلعوا يا جماعة في عندي هنا أعداد يعني هنا فيه معامل هنا فيه معامل ما بقدر هسه أجي أحكي لك المطلقة تساوي داخل المطلقة فلازم أتخلص من هاي الأعداد اللي موجودة عندي براتها الآن ما بنفع أقسم عليهم إنه رح يظل عندي عدد موجود فيهم فالأحسن إنك شو تعمل اتدخل العدد كامل داخل المطلقة تضربوا في جميع الحدود اللي داخل المطلقة تمام؟ ليش بدنا نعمل هيك لحتى نتخلص منهم ماشي؟ بس بشرط إذا كان هذا العدد سالب أوعك إنك تدخله جو المطلقة بس إذا كان هاي موجب زي هذا النص موجب والثلاثة موجبات إذن بدخلهم جو المطلقة إذا كانوا سالبات ما بدخلهم طيب يستد إفرض إذا إجاءنا سؤال كانوا سوالب شو بدنا نعمل؟ يعني أكيد مش تعجيز الشغلة بضرب المعادلة في سالب واحد وبرجع موجبات مش صعبة فأسا وظيفتي أدخل النص على جو المطلقة فهي المطلقة نص ضرب الـ X واللي هي نص X طيب ناقص نص ضرب الاثنين واللي هي بتطلع معك واحد طيب لحظة يستد كيف نص ضرب الاثنين واحد طلع هاي عندي أنا هون نص بدي أضربها بكم بدي أضربها باثنين تمام؟ نشوف شو جوابها هس تسيبك من الفاصلة هاي والصفر خمسة ضرب اثنين كم؟ عشرة الآن على الفاصلة هاي كم عدد على يمينها؟ عدد واحد اللي هو الخمسة صح؟ طيب معناته بزيح هون بخلي عيمين الفاصلة عدد واحد فبتصير واحد فاصلة صفر وبقدر أشيلهم مع بعض واللي هي نفسها كم واحد طيب تساوي دخل الثلاثة على المطلقة ثلاثة ضرب نص كم يا جماعة بتطلع؟ ثلاثة ضرب نص واللي هي واحد ونص اكس ناقص ثلاثة ضرب الاثنين كم؟ ستة هس الطلاب خف عقلهم استاذ شو هاي واحد ونص كيف حسبتها؟ طلعوا عندي ثلاث بدي أضربها بالنص تمام؟ هس سيبك من الصفر والفاصلة ثلاث ضرب خمسة قديش؟ خمستاش هس هاي الفاصلة كم عدد عيمينها؟ عدد واحد منزلة واحدة معناتو بحط الفاصلة بخلي عيمينها منزلة واحدة واللي هي نفسها كم واحد ونص تمام؟ هاينا خليناها هس مطلقة تساوي مطلقة كيف تتذكروا كنا نحل مطلقة تساوي مطلقة؟ كنا نسمي الأولى A والثانية وش نسميها؟ بي صح؟ وكنا نحلها بطريقتين أول مرة نحكي إنه A تساوي بي أو ثاني مرة كنا نحكي إنه A تساوي سالب بي يعني أول مرة بحافظ على الثنتين موجبات ثاني مرة بحافظ على الأولى موجبة والثانية بخليها سالبة تمام؟ طيب تعالوا يفسر نحلها أول واحدة هايها نصف X ناقص واحد نفس ما هي؟ نصف X ناقص واحد تساوي والثانية برضو نفس الحكي واحد ونصف X ناقص الستة ثاني موجبات ثاني مرة بدي أخذ الأولى موجبة اللي هي نصف X ناقص الواحد بس بدي أخذ الثانية سالبة كيف يعني سالبة؟ يعني أضربها بسالب واحد النصف الواحد ونصف إعكس وشارتها بتصير السالب واحد ونصف X السالب ستة يعكس وشارتها والله هي موجب ستة تمام؟ هسا بنحل كل واحدة لحالها طيب عندي هون نصف X ناقص واحد تساوي واحد ونص اكس بدي ان نقول الاكس عند الاكس فشو باجي بعمل بحكي لك ناقص نص اكس ناقص نص اكس بيروحوا مع بعض بظلم اللي عندك هنا كم سالب واحد ممتاز تساوي واحد ونص ناقص نص يعني الواحد ونص خذ منها النص شو بظلم منها الواحد مضربة في اكس يعني واحد ضرب اكس اللي هي نفسها اكس طيب ناقص عندك هنا ستة لان انا نقول للستة على الطرف الثاني زائد ستة زائد ستة اللي هي اكس شو قمتها جماعة واللي هي موجة بخمسة فهمتوا كيف حلناها؟ كثير سهلة انا نقول على الطرف الثاني وازا تطلب معك اكس جاهزة نشوف الثانية هاي عندي نص اكس وهون عندي سالب واحد ونص اكس بجيب هاي على الطرف الثاني بحكي زائد واحد ونص اكس زائد واحد ونص اكس بلغوا بعض هسا واحد ونص زيدلي عليها كمان نص شو رح تسير اثنين اكس ممتاز ناقص واحد تساوي شو رح عندي من هذاك الطرف اللي هي الستة الآن زائد واحد زائد واحد بتصير عندك اثنين اكس تساوي الموجة بسبعة الآن بالقسمة على اثنين على جميع الاطراف فبتطلع عندك قيمة الاكس واللي هي سبعة على اثنين انتهى الحل خيرنا طلعنا قيمة الاكس سبعة اثنين وطلعنا قيمتها قديش هنا اللي هي خمسة بس بيضل عليها تحقق بترك التحقيق للكم وبطلعوا معاك كفنتين ايش صحيحات فمجموعة الحل بتكون خمسة والسبعة على اثنين تمام يا جماعة سهل هذا السؤال حكينا اذا ما قدرت اتخلص من الاعداد اللي برا المطلقة بقدر شو اعمل ادخلهم على داخل المطلقة بضربهم في جميع الحدود اللي جوه المطلقة بس بشرط شو يكونوا موجبات احسنتم بعدها بترجع عندي مطلقة تسايو مطلقة حكينا بنسمي الاولى اي والثانية بنسميها بي فباخذ لها حالتين اول مرة اي تساوي بي ثاني مرة اي تساوي سالب بي يعني باخذها هاي موجبة وهاي موجبة ثاني مرة هاي موجبة والثانية باخذها سالبة وبسير احلهم وطلع القيم معاي طيب تعالوا نشوف هسا مع بعض سؤال سبعة وسؤال ثمانية يلا يا جماعة نكمل مع بعض معنا سؤال سبعة وسؤال ثمانية لاحظوا سأل سبعة ما أعطيني مطلقة فيش محها أعداد معاملات جنبها أو يعني زائد هون اي شي وهون برضو عندي مطلقة برضو فيش شي معاها اي شي يعني مطلقة تساوي مطلقة كيف تعلمنا نعملها بحكي لداخل المطلقة اول مرة بساويه بالداخل المطلقة ثنتين موجبات والثاني مرة بحكي هاي موجبة وباخذ هاي سالبة يعني الموضوع يا جماعة سوا سهل بس قاعد بعيد ايش بعيد حاله فبدنا نأخذ هسا هاي اول مرة ننزلها زي ما هي نحكي ثلاثة اكس زائد واحد على ثنين بدي احكي انها اول مرة بتساوي هاي نفسها ثلاثة اكس ناقص ثنين على اربعة ماشي بدي اساويهم مع بعض هسا ثاني مرة بدي احكي انه هاي ثنين اكس زائد واحد هايها على الثنين بدي اساويها مع سالب هاي يعني بدي اضربها بسالب واحد راح تصير هاي سالب ثلاثة اكس وهاي راح تصير موجة بالثنين تمام على عندي هنا اللي هي كمي جماعة أربعة خنشيل هاي طيب هسا شو بدي أجي أعمل بدي أحل كل واحدة لحالها هنا عندي معادلة كسرية كيف بتنحل المعادلة الكسرية ذكروني بنحلها بالضربة التبادل أحسنتم فبحكي أربعة ضرب اثنين اكس واللي هي ثمانية اكس زائد أربعة ضرب الواحد واللي هي أربعة طيب تساوي الآن اثنين ضرب ثلاثة اكس واللي هي ستة اكس ممتاز اثنين ضرب الاثنين واللي هي أربعة أحسنتم الآن شو بدي أعمل بدي أحكي ناقص أربعة ناقص أربعة بروحوا مع بعض بدلا عندك من هنا ثمانية اكس تساوي ستة اكس ناقص الأربعة وناقص الأربعة بيصيروا ناقص الثمانية الآن بودي الثمانية اكس عند الثمانية اكس لأنها هي الأصغر فبحكي ناقص ستة اكس ناقص 6x بيروحوا مع بعض 8x شيل منها 6x شو بيضل معك 2x شو تساوي سالب 8 الان بس بيضل عليك تقسم على الاثنين قسم على الاثنين بيلغوا بعض واللي هي x كم قمتها سالب 8 على 2 واللي هي سالب 4 ممتاز ممتاز هاي طلعنا اول قيمة تعالوا نشوف القيمة الثانية تعالوا نحسبها هاي عندك 2x زائد 1 معادلة كسرية بدك تحلها بالضرب التبادل يا اكيد فبتحكي الاربعة بضربها بالاثنين اكس والواحد اربعة باثنين اكس واللي هي ثمانية اكس اربعة بالواحد واللي هي اربعة تساوي اثنين بسالب ثلاث هاي سالب 6 اكس واثنين بموجب اثنين واللي هي موجب الاربعة تتذكروا يا جماعة انا اش حكيت لكم اذا في عدد قبل المساواة وعدد بعد المساواة لاثنين منتشابهات ونفس الاشارة بقدر اني اشطبهم زي شو يا استاذ عندك هنا موجب أربعة وهنا موجب أربعة شو بنعمل فيهم؟ نشطبهم مع بعض لأنهم رح يطلعوا صفر طيب فبيظل من عندك ثمانية اكس تساوي سالب ستة اكس فبتحكي لي هنا زائد ستة اكس زائد الستة اكس وبيروحوا مع بعض لاحظوا هاي المنطقة كاملة ورا المسواة ظل مكانها إشي؟ لا يعني صفر بنزل مكانها وهون ثمانية اكس زائد ستة اكس قدياش؟ واللي هي أربعة عشر اكس إذن بالقسمة على أربعة عشر بالقسمة على أربعة عشر حكينا صفر تقسيم أي عدد واللي هي كم يا جماعة صفر أحسنتم هيك بنكون حلينا هذا السؤال قيم اكس اللي هم صفر وسالب أربعة بتحيبوا تتأكدوا عوضوهم فرح أحكي له مجموعة الحل واللي هي كم سالب الأربعة والصفر ممتاز خلصنا حل السؤال هذا كثير سهل يلا يا جماعة نشوف ما بعض سؤال ثمانية لاحظوا ما أعطيني مطلقة ناقص عدد تساوي عدد حكينا إذا في المطلقة محها أعداد لازم نوديهم على الطرف الثاني فبنقول هاي على الطرف الثاني شو بتصير عندي موجب أربعة بتروح من هون بيظل عندك ثلاثة اكس زائد الثلاث على اثنين الاكس ناقص الخمسة تسابق ستة زائد أربعة كم عشر أحسنتم إذا المطلقة تساوي عدد باخذ الجو المطلقة أول مرة زي ما هو ثلاث اكس زائد ثلاث على اثنين اكس ناقص خمسة وباخذ العدد موجب هاي أول مرة ثاني مرة باخذ الجو المطلقة نسمه ثلاثة اكس زائد الثلاث على اثنين اكس ناقص الخمسة بس باخذها مش موجب عشرة بحكي إنها سالب عشرة انا بأي بحيلها معادلة كسرية يا جماعة صح كان أي عدد ما له مقام بأعتبر مقام واحد وبضرب ضرب تبادلي واحد بهذا المقدار بيظل نفس المقدار ثلاث اكس زائد ثلاث تساوي لأن العشرة بدي ضربها بالاثنين اكس والسالب خمسة عشرة باثنين اكس ولا هي عشرين اكس عشرة ضرب سالب خمسة ولا هي سالب خمسين ممتاز لأن عندي هنا ثلاثة اكس وعشرين اكس باود الثلاثة اكس عندي Gibi 20 اكس لأنها أصغر بحكي ناقص 3x ناقص 3x بروحوا مع بعض بظل من عندي هنا كم واللي هي 3 تساوي 20 ناقص 3 واللي هي 17x ناقص 50 لان انقل السالب 50 على الطرف الثاني يعني زائد 50 زائد 50 فرح يروحوا مع بعض بظل عندي من هنا كم 17x هيها 17x تساوي 30 زائد 50 50 كم واللي هي 53 يعني لو تيجي تقسم الطرفين على 17 رح تطلع معك x بالاخر واللي هي 53 على 17 هين حلناها تمام هين طلعنا اول قيمة لx تعالوا نطلع القيمة الثانية لx عندي ثلاث عندي هنا تساوي سالب 10 اي عدد ما له مقام بعتبر مقامه واحد بضرب ضرب تبادلي هاي بتنزل نفسها اللي هي ثلاثة اكس زائد الثلاث تساوي سالب 10 بثنين اكس واللي هي سالب 20 اكس سالب هسا سالب 10 بسالب 5 مع بعض بيصيروا موجب 50 صح ولا لا يعني عندي هون سالب 20 اكس اصغر من الثلاثة اكس فبوديها عندها يعني زائد 20 اكس زائد 20 اكس بلغوا بعض شو بظل عندك من هون تعال جمحهم 20 زائد الثلاث واللي هي 23 اكس زائد الثلاث تساوي بظل من عندك من هذاك الطرف 50 الان ناقص 3 ناقص 3 طيب بروحوا مع بعض بظل عندك 23 اكس واللي هي كم يا جماعة بتطلع معك 47 الان بدي اقسم على معامل اكس اللي هو 23 فبتطلع معي قيمة الاكس اخر اشي اللي هي 47 تقسيم 23 هيني طلعت قيمة اكس الثانية بيطلعوا معي قيم اكس اللي هو 53 على 17 و 47 على 23 ولا بدي اخذ مجموعة الحل بيطلعوا هم الثنتين نفسهم تمام يا جماعة كثير سهل هذا الدرس خلينا نحل الآن ظل علينا اخر سؤالين خلينا نحلهم اللي هو 9 و 10 يلا يا جماعة نكمل مع بعض اخر سؤالين لليوم عندي معطيني هاي المطلقة في محة معامل ثلاث وجوابها بيساوي صفر طيب هاي كيف ممكن احلها حكينا اي عدد مع المطلقة لازم نتخلص منه تعالوا نتخلص من هاي الثلاث بناتهم ضرب اذا رح اقسم على ثلاث رح اقسم على ثلاث بيروحوا مع بعض فبيضل عندي نص الاكس زائد اثنين شو بتساوي صفر على اي عدد اتفقنا انها كم يا جماعة صفر صح طيب هسا عندي هاي المطلقة جوابها صفر مش احنا لما يكون عندي مطلقة تساوي عدد بحكي اللي داخل المطلقة بساوي العدد واللي داخل المطلقة بساوي سالب العدد بخذها مرتين طب هسا انت معك الصفر يعني اول مرة بدك تخذها موجب صفر والثانية بدك تخذها سالب صفر اكيد لا هذا الصفر لا هو عدد موجب ولا هو عدد سالب هذا عدد محايد بيجي بالنص بناتهم هو اللي بيفصل بين الاعداد الموجبة وبيفصل بين الاعداد السالبة يعني بخذها بس مرة واحدة اللي هي صفر يعني هاي نص اكس زائد اثنين شو بتساوي صفر بخليها زي ما هي لا بخذلها موجب ولا بخذلها سالب فيش اشي اصلا اسمه سالب صفر بيضل عندك بس ايش اللي هي الصفر لانو حكينا الصفر عدد شماله محايد فالان شو بدي اجي اعمل بدي اقص بدي اودي هاي عالطرف الثاني بحكي ناقص اثنين ناقص اثنين فبضل من عندي هنا نص اكس تساوي لثنين لان بدي اقسم على النص بدي اقسم هاي على نص بروحوا مع بعض بيضل عندي قيمة الاكس واللي هي كم يا جماعة واللي هي اربعة طب استاذ كيف طلعتها اربعة طلعوا عندي اثنين على نص هاي الفاصلة مغلبيتني كيف دا تخلص منها بضرب هاي بعشرة وبضربها بعشرة البسط والمقام عشان الفاصلة تزيح عندي منزلة فبروح الصفر شو بتصير عندك بس الخمسة لحالها وفوق اثنين ضرب عشرة واللي هي كم عشرين فبتحكي لي عشرين على خمسة واللي هي كم واللي هي اربعة تمام بس بضرب العدد اللي تحت بعشرة عشان انقل الفاصلة لمنزلة بس بس بضرب معها البسط اذا ما عجبتك هاي الطريقة فيه طريقة ثانية النص هاي الجواب كان عندي اثنين على نص اعتبر ان النص زي هيك كسر مش فاصلة عشرية الان مقام المقام بيطلع على البسط فبيصير بناتهم ضرب اثنين ضرب اثنين واللي هي اربعة اي طريقة بيطلع معك الجواب صح الان يا جماعة هيك ونكون خلصنا هذا السؤال اللي هو جوابه بطلع معي بس قميتها اربعة الصفر حكينا ما باخده مرتين باخده بس مرة واحدة الصفر ما بتكرر بظل عندي اللي هو اكس تساوي اربعة يعني هذو الصفر ما بنكرره بس باخده مرة واحدة طيب الان عنا السؤال عشرة هس ببلش من هنا سؤال جديد يعني السؤال الاول كان فيه تسع افرع بانتهي بهاي اللي هي بنحكي فيها انه الصفر ما بتكرر زي كيف انا ما بتكرر طيب ماشي فالسؤال تسعة او فرع تسعة كان اخر فرع بالسؤال الاول هسا السؤال الثاني ببلش باللي هو فرع عشرة بدنا نحل بس هذا الفرع على المتباينات بنكمل الحصة الجاي ان شاء الله فبحكي لي السؤال بدي اياك تمثل المتباينة على خط الأعداد طيب تعالوا نشوف كيف راح نمثلها عندي مطلقة أقل من العدد كيف كنا نفك المطلقة لما تكون معها إشارة متباينة أقل من أو تساوي عدد كنا نحط اللي داخل المطلقة نفس ما هو 2x زائد الستة وبحكي هون أكبر وهون أصغر بحكي هون سالب العدد بضربه في سالب وهون بحكي العدد بنزله نفسه معيد اللي داخل المطلقة نزلته نفس ما هو حكيت هون سالب العدد وحكيت هون موجة بالعدد طيب بعد هيك بدي أخلي الاكس لحالها فبحكي ناقص ستة من جميع الأطراف ناقص ستة بتروح مع بعض بظل عندك من هون 2x أكبر وأصغر سالب ستة وسالب خمسة بلهم سالب 11 خمسة ناقص ستة بللي هي سالب واحد لأنني لسه ما خلت الاكس لحالها في محة 2 معنى تقسم لي على جميع الأطراف على 2 بيروحوا مع بعض بيظل الاكس أكبر من وأصغر من سالب 11 على 2 اللي هي بتطلع معك تقريبا سالب خمسة ونص خمس لرات ونص وخمس لرات ونص بصيروا 11 دينار هاي اللي هي سالب نص يعني هيها سالب نص فبتحكي لي أنه اكس محصورة بين السالب خمسة ونص وبين السالب نص كيف دي يمثلك ايها على خط الأعداد سهلة هاي خط الأعداد هون رح تكون عندك السالب خمسة ونص وهون رح تكون عندك السالب نص صح؟ طيب منطقة الحل اللي إحنا بدنا إياها محصورة بيناتهم بين السالب خمسة ونص وبين النص السالب نص فرح أحكي له هاي هي منطقة الحل اللي إحنا بدنا إياها هايها باللون إلا أزاك تمام؟ بس ش رح أحط عندي السالب خمسة ونص والسالب نص رح أحط عندهم حلقات مفتوحة ليش لأنه ما في عندها إشارة موسابعة فبكونوا خارج الفترة ويظل عندي بس من سالب نص مفتوحة للسالب نص السالب خمسة ونص برضو مفتوحة يعني لو بدي أكتب لك إياها عشيك الفترة زي هيك بحكي لك X تنتمي للفترة المفتوحة من سالب خمسة ونص لعندي للسالب نص انتهى الحل هي مثلت لك إياها على المتباينات ومثلت لك إياها على خط الأعداد ومثلت لك إياها باستخلام الفترات هيك يا جماعة منكون خلصنا هذا السؤال الأول الفرع الأول من السؤال الثاني فبنكمل باقي حل المتباينات إن شاء الله بالفيديو الجاي والله يعطيكم ألف عافية